تدخل مصر مرحلة جديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تكليفه دكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من أجل مواصلة تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات الأساسية التكليف الجديد يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق مستوى معاشين أفضل للجميع رؤية حقيقية أصبحت واقعا لدى القيادة السياسية متمثلة في رئيس عبدالفتاح السيسي لنهضة وتطور الدولة ولتحقيق مبدأ تكامل في رؤى للاستجابة والتعامل مع التحديات الداخلية ترهنة يوجه رئيس السيسي بين الحين والآخر بإجراء تعديلات وزارية أو تشكيل حكومة جديدة فمنذ تولي رئيس السيسي سدة الحكم كلف إبراهيم محلى بتشكيل حكومته الثانية في يونيو 2014 والتي تشكلت في ظروف بالغة الصعوبة حيث شهدت تعديلات وزارية رئيسية وركزت على تحسين الخدمات العامة وتمكنت من تخطيط وتنفيذ مختلف المشروعات الاستراتيجية وفي الفترة من 19 سبتمبر 2015 وحتى الخامس من يونيو 2018 تم تكلف شريف إسماعيل بتشكيل حكومته حيث بدأت الدولة في عهد عملية تنفيذ مشروعات التنمية التي طالت مختلف ربوع البلاد كما تمكنت الدولة في عهد تلك الوزارة من ضحر الإرهاب وجماعات العنف ما أعاد للدولة هيبتها داخليا وخارجيا وشهدت تلك الحكومة تعديلات رئيسية خلال فترة حكمها أبرزها في مارس 2016 وفبراير 2017 ويناير 2018 وركزت التعديلات على تحسين الأداء الاقتصادي والإدارية ومنذ يونيو 2018 تولى مصطفى مدبولي حقيبة مجلس الوزراء وجهت خلالها تحديات عالمية ألقت بظلالها على مصر أزمة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية اللاحقة والحرب الروسية الأوكرانية انتهاءا بالعدوان الإسرائيلية على قطاع غزة واستكملت حكومة مدبولي مشروع التطوير القومي الذي بدأته الحكومتان السابقتان بينما شهدت تلك الحكومة تعديلات رئيسية ففي ديسمبر 2019 شمل تغيير الوزاري عشرة وزراء من بينهم وزراء السياحة والتعليم والصحة مع التركيز على تحسين الأداء في هذه القطاعات وفي ديسمبر 2020 أجري تغيير وزاري كان أبرزه وزراء قطع الأعمال والطيران المدني والإسكان والتنمية المحلية بينما تم إجراء تعديل وزاري في أغسطس 2022 شمل تغيير 13 وزيرا من بينهم وزراء التعليم والنقل والصناعة تعديلات وزارية تهدف في المقام الأول لتحسين الأداء الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات الأساسية كما تهدف تلك التغييرات لمواصلة مصاري الإصلاح الاقتصادية مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادية للدولة في جميع القطعات هذا إلى جانب تحديث الكفاءة وكذلك الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ويأتي التغيير الوزاري متوافقاً مع رغبة القيادة السياسية في الاستمرار في مصاري الإصلاح الاقتصادي بكل قوة والبناء على ما تحقق من إنجازات مهمة في كل قطعات الدولة فضلاً عن أن الوقت الراهن والتهديدات المحدقة بالأمن القومي المصري تتطلب تكاتف كافة الأطياف المجتمعية مع الحكومة الجديدة ودعمها لمواجهة القضايا المختلفة